موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة الضوء دشنا بمحافظة مارب ورشتان تحضيريتان لمؤتمر الاطراف الصناعية على ان يسكمل تتشين خمس ورش اخرى خلال فبراير الجاري وتشمل الورش سبع مجالات طبية هي جراحة العظام والاعصاب والاوعية الدموية وعلاقتها بالبتر وتركيب الاطراف الصناعية بالاضافة الى صناعة وتركيب الاطراف الصناعية واساسيات العلاج الطبيعي نناقش في هذه الحلقة مدى الاستفادة من هكذا مؤتمرات في هذه الجوانب التي تتعلق بالاطراف الصناعية والعلاج الطبيعية ونتسأل ايضا كيف هي المراكز المعنية بالاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي نناقش هذه التساؤلات وغيرها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج نقطة ضو فاهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة مشاهدين الكرام مرحبوا بضيفنا في الاستوديو الدكتور وجدي المخلافي رئيس المجلس اليمني للاقتصاصات الطبية والصحية هنا في محافظة مارب ونائب رئيس هيئة مستشفى مارب للشؤون الفنية مرحبا بك الدكتور معنا في برنامج نقطة ضو اهلا وسهلا احاكم الله نعم اذا نبدأ من حيث مؤتمر الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي تم تتشين ورشتين على ان يتم استكمال خمس ورش تتشين خمس ورش اخرى خلال فبراير الجاري في البداية نتحدث عن اهمية مثل هكذا مؤتمرات تعنا بالاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي تبرز اهمية اقامة مثل هذه المؤتمرات ليس في مقال الاطراف الصناعية فقط بل على مستوى الجميع التخصصات في انها تساهم في تشارك الخبرات والابحاث ودراسة الحالات الطبية الموجودة في الموقع وفي المحافظة ومن هنا برز اهمية المؤتمر الاول الاطراف الصناعية في محافظة مارب اخي الكريم حسب تقرير المنظمة الصحة العالمية يبلغ عدد نسبة المعاقين من الشعب اليمني 15% اي معاق واحد لكل 15 شخص بمعدل او برقام 4.9 مليون انسان حسب تقرير الجمعية الدولية في عام 2021 يوجد 12 الف مريض بطر جديد تقريبا خلال عام 2021 فقط وحسب تقرير منظمة الصليبة الاحمر الدولية يوجد اكثر من 153 الف شخص بحاجة الى اطراف صناعية واجهزة تقويمية من هنا برزات الحاجة لقامة مؤتمر طبي لتسليط الضوء على مثل هذه الحالات والخروج ببروتوكولات وسياسات تساهم في الحد من المشاكل الاطراف الصناعية الموجودة كما كان الهدف الرئيسي من قامة هذا المؤتمر هو فتح مساق دراسي جديد في كلية الطيب او في احدى المعاهد الصحية لاستكمال مثل هذه الاعمال والبدء بتدريب كوادر وتأهيلها لسد الفقوات والثغرات في هذا المجال نعم طيب نتحدث ايضا يعني ما تم خلال الورشتين التي التي تم تدشينهما او التي تم تدشينهما في محافظة مارب هنا فيما يتعلق بمؤتمر الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ما الذي يعني ناقشته هاتان الورشتان؟ بعد اجتماع اللقنة التحضيرية للمؤتمر اقرنا مجموعة من المحاور التي ستكون هي الرافعة لمثل هذا المؤتمر هذه المحاور تمثل الاركانة الاساسية في اقامة او في صناعة الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي تمخضت اللقنة التحضيرية في سبع ورش تحضيرية كانت الورشة التحضيرية الأولى اللي هي القراءة الفنية في تركيب الاطراف الصناعية وتمت هذه بتاريخ 8 فبراير وقيمت في في 8 فبراير وتم تسليم الأوراق الورشة في تاريخ 10 فبراير أما الورشة الثانية فكانت بعنوان قراحة العظام وعلاقتها بالباتر وتركيب الاطراف الصناعية وهذه تمت في تاريخ 10 فبراير وتم تسليم أوراق الورشة بتاريخ 13 فبراير ستتبقى 5 ورش وهي قراحة العصاب وعلاقتها بالباتر وتركيب الاطراف الصناعية الورشة التي تليها قراحة الأوعية الدموية وعلاقتها بالباتر وتركيب الاطراف الصناعية الورشة الخامسة تأسيس مساق تعليمي في مقال الاطراف الصناعية ومساق فيما قال العلاق الطبيعي الورشة السادسة ورشة العلاق الطبيعي للصحة العمومية والدعم النفسي أما الورشة الأخيرة فهي ورشة اللقنة العلمية التي ستجتمع لقرار غراق العمل السابقة نعم دعنا نأتي على هذه الورش واحدات تلو الأخرى نبدأ من الورشة الأولى التي تتعلق بالإجراءات الفنية في تركيب الأطراف الصناعية ما هي الإجراءات الفنية؟ الفنين المعنين بتركيب الأطراف الصناعية قاموا خلال الفترة السابقة خلال عملهم تقريبا المركز افتتح في 2017 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال إنساني المركز الحالي الذي هو في هيئة مستشامة ربما نعم ومن هنا نوقع شكرنا وتقديرنا العظيم لهذا المركز الذي يقدم خدمات إنسانية رائعة بدأ العمل من 2017 إلى هذه اللحظة تم تقييم العمل خلال هذه المرحلة والفترة السابقة وقدت بعض المشاكل الفنية التي تتعلق بصناعة الطرف بعضها يتعلق بالقراحات وبعضها يتعلق لما بعد القراحات في الطرف نفسه بعد تحديد هذه المشاكل تم وضع سياسات بورتوكولات لمثل هذه المشاكل للحد منها مستقبلا مع القهات المعنية يعني فن الأطراف الصناعية أحدد مشكلة معينة تم التخاطف فيها مع الأخصائيين والقراحين المعنيين اللي هي قراحات البتر بعد العملية أو آلية القراحة كيف تتم قراحة البتر بالضبط كما هي المسافات المطلوبة حتى يتم تركيب الطرف الصناعي بشكل مناسب آلية عمل الوسادة إلى غيرها من المشاكل الفنية هذه المشاكل الفنية التي حصرت خلال الفترة السابقة تم مناقشة وضع حلول لها ضمن إطار بورتوكولات وسياسات حالات البطر والأطراف الصناعية حسب السياسات والبرتوكولات العالمية ومدى قدوة تطبيقها على هذا الواقع فكانت هذه الورشة الأولى من قبل الفنيين لرسم أو إضاح المشاكل التي كانوا يواقعون خلال فترة عملهم وحصرها وتأتي بعدها الورشة الأخرى لسد هذه الثغرات هذه الورشة الأولى التي تم تتشينها وبدأ العمل فيها الورشة الثانية بماذا تتعلق؟ تتعلق بقراحة العظام وعلاقتها بالبتر وتركيب الأطراف الصناعية نفس الهيئة والفكرة ناقشت بحضور جامعة غفير من القراحة العظام في محافظة مارب تم ناقشة آلية عملية البتر للأطراف الصناعية وما هي الطرق المثلاء والمسافات الأمثل لتركيب الأطراف الصناعية فيما بعد يبدأ الأطراف الصناعية يبدأ في البداية بعد حصول الحادث أو الألغام المنتشرة في البلد بعد حصول المشكلة يصل المريض أو القريح إلى المستشفى يتم إقراء العمل إقراء العمل الطبي لازم بعد تقييم الحالة وتقرير عملية البتر يتم البتر ضمن ضابط وبرتوكولات وسياسات محددة معينة تساعد فيما بعد الفنيين في صناعة الأطراف الصناعية بطريقة مثلا تخفف من آلام المريض وتساهم في تركيب طرف صناعي أمثل المريض يستطيع من خلاله استكمال حياته بشكل نفسي هؤلاء الفنيون كيف يتم اختيارهم تدريبهم تأهيلهم طبعا للأسف الشديد هناك عقز كبير في الفنيين على أمسوة عموم البلد بالنسبة للفنيين المتواقدين حاليا سواء في الهياء أو في شارع الأربعين تم تدريبهم بشكل مناسب ويقدديني أيضا الخبراء أقانب لست هذه الفقوات نعم طيب أنت تحدثت أنه سيكون هناك مساق خاص بيعني تدريس ما يتعلق بأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي واحدة منها مهدف المؤتمر تصليط الضوء على فتح مساق فني جديد سواء في كل تطيب أو في المعاهد الصحية الحكومية أو الغير الحكومية ستكتمع كل هذه القهات وتقر ما هو المناسب والأنسب لاستكمال القراءات في هذا المقال كلهم في إطاره يعني نعم إذن سأعود إليك دكتور وجدي المقلافي ولكن نذهب نتابع مع الزميل هادي الحربي الذي أشرك حول تساؤلات هذا المحور عدد من المهتمين في المؤتمر الأول للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي هنا في محافظة مارب نتابع مع الزميل هادي الحربي حقيقة المواضيع التي تتناولها ورشة العمل لهذا اليوم هي أول بصمة توضع في محافظة مارب في جانب الأطراف الصناعية وتتناول في الأطراف الصناعية مجموعة الأطباء الذين سيتحدثون عن كيفية التعامل مع المبتورين وكذلك كيفية التركيب وكيفية الاستيعاب هؤلاء الناس اجتماعيا ونفسيا وأيضا إدماقهم في جانب المجتمع يهدف هذا المؤتمر العلمي الخاص بالأطراف الصناعية وعاية التأهيل في محافظة مارب إلى تصريحة الضوء على هذه الخدمات التي نأمل أن يتم تقديمها لدول إعاقة بالإضافة إلى كفاءة جودة الخدمات الخاصة بالأطراف الصناعية كذلك أيضا يهدف المؤتمر بهدف رئيسي إلى وضع بورتوكول موحد للأشخاص المبتورين من حين وصولهم إلى المستشفى إلى أن يخرج بالطرف الصناعي لممارسة حياته العادية بالإضافة إلى ذلك عدم وجود مساق تعليمي في الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وهو أيضا يعتبر من ضمن مخرجات هذا المؤتمر ونهدف إلى الوصول إليه بالإضافة إلى تعزيز القدرات النفسية والاجتماعية لدى المبتورين الأطراف بالوصول إلى حالتهم النفسية الطبيعية ومارسة الحياة بشكل طبيعي المؤتمر يهدف إلى تنشيط أو تفعيل المسار التعليمي في هذا التخصص في تخصص الأطراف الصناعية في محافظة مارب ويهدف كمان إلى تحديد أو توضيح نوع المشاكل التي يعاني منها الكادر الطبي والقريح بنفس الوقت لنوع البتور التي يعاني منها القريح بحيث تعمل على إعاقته في تركيب الطرف الصناعي فالمثال على ذلك من ضمن الإعاقات يعني منها زيادة اللحمية والبروز العظمي والآلم العصبية ومستويات البتور لدى القريح نحن هنا أنا هنا كفني أطراف صناعية مع بداية كل يوم استقبل عديد من الحالات نقوم بإصلاح الأطراف لهم وعطهم إلى حياتهم الطبيعية كما كانت من قبل نقوم بتصنع أطراف علوية سفليات حتى الركبة وفوق الركبة على حسب الذي يحتاجها للقريح كما أيضا نقوم بتصنيع القبار التقومية كالآفو والكافو على حسب احتياجات الشخص المصاب برعاية الواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس ملزجيس القيادة والدكتور قاسم محمد بحيبه وزير الصحة العامة والسكان وجامعة إقليم سباء تقيم اليوم وهيئة مستشفى مارب العام يقام اليوم المؤتمر الطبي الأول لأطراف صناعية بالاشتراك مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومركز الملك سلمان للأطراف يأتي هذا المؤتمر في ظل الحروب التي تشنها جماعة الحوثي على اليمن فهذه مبادرة من الأخ الواء مشكورا عليها ومن فخامة الدكتور قاسم بحيبه وزير الصحة العامة والسكان فنشكرهم جميعا تستفيد الجامعة من جانب كمؤتمر بالاشتراك مع وزارة الصحة فهناك تستعد الجامعة لإجراء المؤتمر الطبي الأول لجامعة إقليم سباء في 24-5-2025 بالشراكة مع المجلس اليمني الأختصاصات الطبية يأتي إنعقاد هذا المؤتمر في ظل الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية بظل الحروب التي يشنها جماعة الحوثي منذ أكثر من ثمان سنوات يأتي هذا المؤتمر لكي يعطي انتباع بأن الجانب الصحي لا زال يعيش أوضاع متردية وأن المعاقين لهم أولويات كثيرة في هذه المرحلة شكراً للزميل هذه الحربي أعود إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور وجدي المخلافي رئيس المجلس اليمني للاقتصاصات الطبية والصحية في محافظة مارب ونائب رئيس هيئة مستشفى مارب للشؤون الفنية الدكتور وجدي أيضاً المتعلقة بجراحة الأعصاب ما الذي تتمحور حوله هذه الورشة؟ محور جراحة الأعصاب وعلاقتها بالبت هذه ستقام يوماً للسبت القادم وتتمحور حول أهم الإشكاليات أو المشكلات التي تحصل لمرضى الطرف المحتاجين أو الذين يتم لهم بتر أطراف صناعية يعانون بعض المشكلات في موضوع الأطراف الصناعية هي ثلاث مشكلات الأمراض أو الوقع العصبي الشبحي وغيرها من الإشكالات سيتم مناقشات مثل هذه الإشكالية وما هي الطريقة المثلاء لسد مثل هذه المشكلات مستقبلاً ضمن إطار البرتوكولات والسياسات العالمية في مثل هذا المقال تليها اللي هي ورشة قراحة الأوعية الدموية نعم وهي نفس الآلية طبعاً موضوع البتر المعنين فيه هم القراحة العامة وقراحة الأوعية الدموية وقراحة الأعظام وقراحة العصاب تشترك هذه الأربع التخصصات في موضوع عملية البتر للأطراف للأطراف المصابة تم إشراكهم جميعين بحيث أنه كل كل تخصص يسرد أو يحصر المشكلات المقودة ما بعد البتر وعمل ما هي الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكالات التي حصلت بعدها تأسيس مساق تعليمي ذكرنا هذا أنه ستجتمع مجموعة من المعنيين في الموضوع جامعة إقليم سباء موثلة بكلية الطب وقامع من المعاهد الصحية سواء الحكومية أو الغير الحكومية مع المجلس اليمني لإختصاصات لدراسات إمكانيات إقامة مساق تعليمي لتخصصين اللي هم الأطراف الصناعية والعلاقة الطبيعية بالنسبة للورشة السادسة ستتمحور حول بورشة الإعلاج الطبيعي والدعم النفسي طبعاً الإعلاج الطبيعي كما نعرف جميعاً أن القراحة بالنسبة للقراحة العظام والمفاصل أو القراحة العصبية هي تعتبر قزء من الإعلاج الطبي يتبقى القزء الآخر في موضوع الإعلاج الطبيعي لا تكتمل مساق أو مسار العملية ما الذي نعنيه هنا بالعلاج الطبيعي؟ العلاقة الطبيعية هي التمارين المصاحبة للمريض بعد عمليات التدخل القراحي سواء قبل أو بعد لكنها تتمحور حول عملية تدريب وتأهيل قسم الطرف أو قسم الإنسان لإستمرار العملية الديناميكية له فالآن المركز الذي هو في هيئة المستشفى المارفة هو معني فقط بالأطراف الصناعية هل يوجد علاج طبيعي؟ مركز للتمارين الرياضية؟ نعم، هو مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي أقصد هل يقدم خدمات فيما يتعلق بالعلاج الطبيعي؟ ما هي هذه الخدمات؟ خدمة العلاقة الطبيعي هي مجموعة من الوحدات الموجودة في المركز نياسة وحدات المتوفرة حاليا في هيئة المستشفى المارفة يعني هناك وحدات أخرى تتعلق بالعلاج الطبيعي غير موجودة؟ نعم ما هي هذه الاحتياجات؟ وحدات العلاقة المائية هناك تفاصيل المعنين بها بشكل أكبر المختصين في العلاقة الطبيعية لا تحضرني تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع لكن هي مجموعة من الوحدات يعني يمر المريض الواحد في عدة قلسات القلسة الواحدة تقريبا إلى ساعة ونصف لكل مريض يمر في عدة وحدات ثم يتم بعد ذلك استكمال عملية العلاقة الطبيعية طبعا عملية العلاقة الطبيعية الساملة لمدة أشهر نعم والذين يحتاجون للعلاقة الطبيعية هنا نتحدث عن من بطرت أقدامه أو من هم بحاجة لتمارين رياضية كي تجتد عصابهم من هم الذين يحتاجون؟ المحتاجين للعلاقة الطبيعية كما ذكرت هم أي شخص حصل توقف عنده للعملية الديناميكية الفيسيولوجية الطبيعية لتحرك العضلات في أي طرف كان يحتاج إلى علاقة طبيعية مستمر يعني المصابين بأمراض الضمور أمراض عدم الحركة نعم هذا المساق جزئين إما يكون عن طريق عمل قراحي أو مرض آخر يعني غير العمل القراحي العمل القراحي كما ذكرت أنه إما أن تكون عملية قراحية سواء قراحة عظام مفاصل أو قراحة عصبية أو أمراض ناتقية أو علاقة طبيعية يحتاج المريض ناتقية عن أمراض أخرى خارج إطار القراحات العمل القراحي جزء من العملية الطبية للمريض لا يستكمل العمل القراحي إلا بالعلاج الطبيعي حتى تكون النتائج جميلة نعم ماذا يهدف القائمون من خلال هذا المؤتمر المعني بالأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي؟ طبعا تم تسليط الضوء على خمسة هدف رئيسية كان الهدف الأول تسليط الضوء على أهمية استمرار الخدمات إعادة التأهيل في مراكز الأطراف والتعريف بإحتياجات ذوي الإعاقات الحركية والصعوبات والتحديات أما بالنسبة للهدف الثاني فهو الخروج بتوصيات وأوراق عمل علمية حول الممارسات المثلاء لقراحة البتر ونوعية الخدمات اللاحقة المطلوبة حتى إعادة الحركة الوظيفية للمريض البتر وعودته للحياة الطبيعية من خلال سياسة علاقية موحدة باعتماد القهى المختصة في وزارة الصحة الهدف الثالث كان تسليط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لمرض البتر والمناصرة لضرورة توفير خدمات تنموية للمساهمة بدمجهم في المجتمع الهدف الرابع السعي لتأسيس مساق تعليمي في مجال صناعة الأطراف والعلاقة الطبيعية وتوفير الدعم المالي والعلمي عبر التمويل الحكومي والتمويل من المنظمات الإنسانية والقهات المانحة أما الهدف الخامس فكانت تنظيم مخيم قراحي مرافق مختص بقراحات البتر لإغناء مخرجات المؤتمر بالإضافة إلى تقييم طبي وفني لحالة مرض المفاصلة الصناعية وعداد قائمة احتياج خاصة بهم هذه كانت خمسة الأهداف الرجسية هذه الأهداف يعني من خلال هذه السبع الورج في مؤتمر الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ما الذي سيتحقق من هذه الأهداف؟ نحن نسعى بكل ما أوتينا من قوائل أن نحقق الخمسة الأهداف بكاملها يحتاج الموضوع إلى قهد كبير وهنا نناشد جميع القهات المختصة والمعنية سواء الحكومية والمنظمات الدولية بالمساندة والدعم لسد مثل هذه الفقوات والثغرات الكبيرة في القطع الطبي نعم نتحدث أن هناك هذا المؤتمر المعني بالأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ليس المؤتمر الطبي أو الصحي الأول الذي يقام هنا في محافظة مغرب مالك مؤتمر متعلقة بجوانب الطبي أو الصحية أخرى؟ المؤتمر حاليا في محافظة مغرب لدينا المؤتمر الطبي الأول الذي تقيمه جامعة إقليم سباب الشراكة مع المجلسة المعني للخصصات الطبيعية والصحية والذي سيقام في شهر مايو وهذا المؤتمر الأول للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي هذا المؤتمر غير المؤتمر الآخر نعم إذن سأعود إليك دكتور وجدي المخلافي رئيس المجلس الألماني للاقتصاصات الطبية والصحية ونائب رئيس هيئة مستشفى مارب مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المؤتمر الطبي الأول المعني بالأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي هنا في محافظة مارب فاصل ونعمد أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في برنامج نقطة ضونة نتحدث في هذه الحلقة عن المؤتمر الأول لأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في محافظة مارب أرحب من جديد بضيفنا في الأستوديو الدكتور وجدي المخلافي رئيس المجلس اليمني للاقتصاصات الطبية والصحية ونائب رئيس هيئة مستشفى مارب للشؤون الفنية مرحبا بك دكتور من جديد نتحدث عن هذه الأهداف نتحدث عن مدى استفادة الفنيين المعنيين بتركيب الأطراف الصناعية أيضا ما الذي يحتاجه الفنيين أن تحدث عن ندرة الفنيين المعنيين بتركيب الأطراف الصناعية لعلى أبرز نقطة يمكن أن نسود فيها هذا المقال هو موضوع التدريب والتأهيل المناسب هناك نقص كما ذكرت كبير في موضوع الكوادر المؤهلة في موضوع الأطراف الصناعية والعلاقة الطبيعية على مستوى البلد ولأجل ذلك تم نسعى حاليا في هذا المؤتمر إلى إنشاء مساق خاص بالعلاقة الطبيعية والأطراف الصناعية الأمر الآخر لموضوع الدورات التأهيلية سواء القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة لسد هذه الفقوات والعقز الحاصل حاليا في البلد نعم طيب أيضا إذا ما تحدثنا عن ما الذي تحتاجه مراكز الأطراف الصناعية أولا كيف هي مراكز الأطراف الصناعية في المحافظات المحررة في تعز في مأرب في عدن في حضرماوت حسب ما لدينا من المعلومات توجد في المناطق المحررة حاليا أربع مراكز أربع مراكز أربع مراكز علاق طبيعي كان الأول في محافظة مأرب أطراف صناعية وعلاق طبيعي أم أطراف صناعية فقط أطراف صناعية وعلاق طبيعي نعم هي متصاحبة نعم لا يمكن قامة أطراف صناعية من غير نعم يعني لك طبيعي بدأ المركز الأول في محافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان اللي غاثهوا العمال إنسانية في عام 2017 واستمر إلى هذه اللحظة في عام 2020 تم إنشاء ثلاثة مراكز أخرى في محافظة واحد في محافظة تعز وفي محافظة عدن وفي محافظة حضرموت أيضا بدعم من مركز الملك سلمان اللغاتها والأعمال الإنسانية هذه أربع مراكز قدمت خدماتها خلال خلال العام خلال الفترة السابقة بالنسبة للإحصائية حسب ما توجد حسب الإحصائية المتوفرة قدمت من تاريخ 1-1-2020 إلى 31-12-2023 كسنوات تراكمية 195-1301 خدمة مجانية بالنسبة للطرف الصناعي الأربع 195-1301 خدمة مجانية هذا منذ بداية عام 2020 إلى نهاية 2023 نعم تم تركيم 8-676 طرف جديد وتم صيانة 7-840 طرف كما تم تقديم خدمة العلاقة الطبيعي لـ 37,786 مريض في الأربع المراكز في الأربع المراكز بالنسبة للذي هي مارب عدن تعز حاضر موت بالنسبة للمحافظة مارب لحصائية تراكمية من 2020 إلى 2023 تم تركيب 2-271 طرف صناعي وتم صيانة 2-931 طرف وتم قدم 11-731 خدمة عليك طبيعي للمرضى المحتاجين هؤلاء الذين يتم تقديم لهم هذه الخدمة من جميع المحافظات نعم بما فيه يعني أناس يأتول من المناطق الخاضعة السيطرة الملشاة الحوثية نعم وتقدم مجانا بالنسبة للخدمات الطبية نحن لا نفرق بين أحد نقدم خدماتنا الطبية لجميع اليمنيين لجميع اليمنيين بلاستثناء نعم طيب إذن البعض أتحدث أنه يعني عندما يريد الحصول على طرف الصناعي صعوبة يتأخر هناك مشاكل فيما تتعلق بالطرف ذاته يعني بالنسبة لأطراف الصناعية المقدمة من مركز الملك سلمان هي أطراف صناعية ميكانيكية ذات قودة عالية المقدمة على مستوى تبقى هناك خصوصية لبعض الأطراف الصناعية الغير متوفرة في البلد وهذه هي أطراف صناعية محدودة ولها وظائف أيضا محدودة هذه غير متوفرة في البلد وإيضا يعني أسعارها تعتبر باهضة الثمن أيضا حتى الأسعار الأطراف الموجودة حاليا في محافظة مأرب المأرب أو في محافظة مأرب لدينا اثنين مراكز تقدم خدمة الأطراف الصناعية والعلاق الطبيعي المركز الأول اللي هو داخل أو ضمن إطار هيئة مستشفى مأرب بدعم مركز الملك سلمان وتنفيذ منظمة الأمين هذا المركز الأول ومركز الثاني اللي هو في شارع الأربعين هناك مشكلة أحيانا في موضوع يعني يقدمان نفس الخدمات نعم التكمن هناك إشكالية حقيقية في موضوع الانتظار أحيانا هناك فعلا بعض الحالات يطول انتظارها لمثل هذه الخدمة والسبب البعض تحدد عن أشهر نعم لماذا؟ قائمة الانتظار طويلة يعني عدد الإمكانية الموجودة محدودة بالأخير ضمن إطار المركز المركز الملك أو المنظمة الأمينة التي تعمل الآن في المركز ضمن إطار الهيئة تقدم في العام الواحد أكثر من 500 طرف جديد ما دون هذه الأرقام هذه تدخل بضمن إطار قائمة الانتظار أيضا مسألة صناعة الطرف تأخذ وقت يعني الطرف الصناعي لأنه كل شخص يتم تركيب طرف صناعي خاص به من البداية إلى انتهاء عملية التركيب كل هذا المساق أو المسار يتم في فترة زمنية طويلة يتم تحديد الاحتياج بالنسبة للمعاقين أو الأطراف المبتورة يتم قد ولت الاحتياجهم لمثل هذه الأطراف ثم أعطاهم فترة زمنية والبدء بصناعة الأطراف هذه كلها العملية تأخذ البروسيس هذا يأخذ وقت زمني محدد المرضى المتعاقبين والمتراكمين كما ذكرت حسب إحصائيات المنظمة الصهر العالمية وحسب أيضا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 421 لعام 2021 نتحدث أن حرب الميليشيا الحوثية منذ العام 2014 وحتى الآن يعني تسببت في تزايد الاحتياج لما يتعلق بالأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي حسب تقرير إذا كانت منظمة واحدة التي هي منظمة مسام أتابع علي مركز الملك سلمان أزالت حتى نهاية عام 2023 426 ألف لغم هذا رقم مهول يتسبب بكارثة يعني معظم من يأتون للبحث عن طراف صناعي يعني السبب الألغام السبب الرئيسي الألغام والحرب نعم بعدين فيما بعتت سبب أخرى استثنائية حوادث مرورية اللي هي السبب الآخر الثاني لكن السبب الرئيسي فيما يتعلق موضوع الأطراف الصناعية رقم واحد الحرب في الحرب نفسها رقم واحد يظل موضوع الألغام نعم طيب نتحدث عن الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب ما الذي تقدمه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب؟ الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب هي الشريكة المنفذ حاليا في أهيئة مستشفى مارب بما يتعلق بموضوع مركز الأطراف الصناعية والعلاقة الطبيعية بتمويل ودعم من مركز الملك سلمان هم المنفذين لهذا المشروع في أربع محافظات التي ذكرتها سابقا ماريب تعيز عدن وحظر موت فلهم خبرتهم في هذا المقال وأداءهم رائع في الميدان ونقدم لهم الشكر هل يقدمون فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل؟ نعم ضمن شروط البرنامج بالأخير نزلت مركز الملك سلمان لما نزل الدعم للمركز كانت هناك مجموعة من الشروط ومن ضمنها موضوع التدريب والتأهيل الكوادر المحنية الموجودة متوفرة حاليا في محافظة المعرب فهي ضمن إطار سياق متكامل وثيقة ما بين وزارة التخطيط ووزارة الصحة ومركز الملك سلمان والجمعية الدولية الرعاية ضحية الحرب نتحدث أيضا دكتور عن يعني ما ينشده القائم على هذه المراكز مراكز العلاج الطبيعي الأطراف الصناعية من الدولة يعني من وزارة الصحة مكاتب الصحة في المحافظات أولا هنا نقدم شكرنا الجزيل لمعالي لأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبي الذي لديه جهدان في تقديم كل الدعم المناسب سواء للهيئة والمراكز أو كل الخدمات الصحية في ربوع الوطن بالنسبة للإحتياجات من الجهات الحكومية طبعا الأساس وربما الأرقم واحد بموضوع الإحتياج الموارد المالي المستمر حاليا إذا مركز الملك سلمان أوقف تمويله لمنظمة الأمين أو للمركز الحالي الموجود في هيئة مستجفى مارب ستتوقف الخدمة بشكل كامل ليس لدى الهيئة أو الجهات الأخرى القدرة على تمويل مثل هذه المشاريع بسبب أن الأطراف الصناعية باهضة الثمن القدرة التمويلية ضعيفة فيبقى الموضوع الأول أنه تمويل مستدام وتدريب الكوادر سنتي إلى هذه بالتفصيل أكثر ولكن كنا قد أشرقنا حول تساؤلات هذا المحور عددا من المهتمين نتابع مع الزميل هادي الحربي حقيقة مراكز العلاق الطبيعي العلاق الطبيعي في محافظة مارب تكاد أن تكون هي أفضل محافظة في هذا القانب في قانب العلاق الطبيعي حيث يتكون فيها ما يسمى بأربع مراكز رئيسية متواقدة مراكز خاصة ومراكز التي هي في مستشفى الهيئة والمركز الذي يضم اللقنة الطبية العسكرية هو دور الجهات يكون عبار عن دور تكاملي بين الجهات الرسمية الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة وأيضا دور المانحين من خارج الوطن وهم ممثلين بمركز مريك سلمان وأيضا دور الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع ممثلي الوزارات في المحافظات فهو دور متكامل بالإضافة إلى أيضا وجود دور مهم جدا للجامعات أيضا لفتح مساقات تعليمية تهتف إلى تعزيز هذه الكوادر التخصصية وأيضا توطين الخدمات داخل الجمهورية الليمانية بعدم سفرة الإخصائيين وأيضا دول الخبرات الكبيرة بأن يكونوا موطنين داخل الوطن وتقديم الخدمات المميزة فهو دور تكامل في جميع حول الجهات ومسؤولية الجميع نحو هذه تقديم خدمات جيدة ونوعية وأيضا دات جودة عالية دور المنظمات الصحية بصراحة لها دور كبير وفعال نتيجة لإيش نتيجة لسعر مواد الأطراف الصناعية غلاء سعر المواد الأطراف الصناعية لذلك نتيجة للداعمين تعمل بمشاركة تنفيذ والتشغيل يعني شغل مركز الأطراف الصناعية في مارب أو في بقية المحافظات أغلط بالتحديث التي نواجهها ظروف العمل طبيعة البيئة زيادة عداد المبتورين توافد المبتورين من بعض المحافظات البعيدة على محافظة مارب يأتي إنعقاد هذا المؤتمر وأهميته من الجانب ومن خلال جامعة تقليم سباء يأتي الاستفادة من هكذا مؤتمرات خاصة والجامعة مقبلة على إنعقاد المؤتمر الطبيل أول وذلك في شهر مايو القادم للاستفادة من تجارب الآخرين وأيضا من البحوث التي تقدمها مثل هكذا دورات ومثل هكذا ندوات للاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع شكرا للزميل هذه الحربية وأعود إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور وجدي المخلافي رئيس المجلس اليمني للاقتصاصات الطبية والصحية في محافظة مارب ونائب رئيس هيئة مستشفى مارب للشؤون الفنية دكتور تحدثنا قبل قليل حول ما يتعلق بالاحتياجات المطلوب من الجهات الحكومية ذكرت أن أبرز نقطة يقع عليها الأشكال الرئيسي موضوع التمويل المناسب المستدام لأن الأطراف الصناعية كما ذكرت باهظة الثمن وتكلف الميزانية الدولة مبالغ باهظة الموضوع الثاني موضوع الكوادر الطبية والفنية وهنا تبرز نقطتين نقص الكوادر نحتاج إلى سد الفراغ والأمر الآخر تدريب الكوادر التدريب المناسب هل تم ابتعاث فنيين للخالد للتدريب والتأهيل هل تم ذلك؟ في مقالة أخرى سابقا نعم تم في الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي؟ نعم المعانينا حاليا في موضوع التدريب والتأهيل هو المنظمة فهي مش تبتعيث عني من هي المنظمة؟ الأمين تستقدم حاليا مجموعة من الخبرات الأجنبية ويقوم بتدريب الكوادر تدريب في الموقع يعني تدريب على المريض في المكان نفسه لا يتمي بتاعات المرضى لا يتمي بتاعات الموظفين نعم نتحدث أيضا عن يعني تحدث أنه قد يتوقف يعني مهدد بالتوقف المركز في حال تم إيقاف الدعم تحدث عن ما دور الجهات القطاع الخاص الحكومي أفونا المحلية الدولية منظمات الدولية المعنية بالأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي كيف لها أن تساهم في يعني دعم مثل هكذا مراكز معنية بالعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية؟ يتمحور أو يتمثل دعم المنظمات الدولية في ثلاثة نقاط رئيسية اللي هو تمويل للمركز دعم بالخبرات والكوادر القادرة على التشغيل الموضوع الثالث اللي هم موضوع توفير المواد المناسبة ذات القودة العالية يبقى الموضوع الأساس الذي يتمحور حول كل هذه القضايا موضوع التمويل المناسب وهنا يعني كما ذكرت سابقا نناشد أو نشكر المركز الملك سلمان لغاثة والعباء الإنسانية على ما قدمه خلال الفترة السابقة ونناشدهم بالاستمرار بدعم المركز حتى لا يتوقف عن خدماته نعم طيب يعني البعض تحدد أن هناك توسعة في المركز في الأيام السابقة ما طبيعة ما تم من توسعة في المركز؟ في توسعة تمت عن طريق الإخوة الأشقاء في الكويت يقوموا حاليا ببناء مركز علاق طبيعي وأطرف صناعية يعتبر الأول من نوعه على مستوى البلد بمساحة تقدر بخمسة ألف متر مربع أين؟ داخل هيئة مستجفى المارك ولازال المشروع ضامن تحت إطار البناء قيد الإنشاء؟ قيد الإنشاء نعم نعم في محافظات المحارات الأخرى؟ أعتقد هناك مركز يتم بناء حاليا في محافظة تعزي عن طريق الأولاد أن أذكرها حتى لا تكون المعلومة غير دقيقة نعم، طيب أيضا نتحدث أن التحديات التي تواجه الفنيين والقائمين على مراكز أطراف الصناعية وإعلاج الطبيعي يعني بعض الفنيين يتحدث أنه يجد صعوبة في التعامل مع طرف ما أو صناعة طرف ما لمعاقمة بالنسبة لموضوع القائمين على المراكز، كما ذكرت سابقا، المشكلة الرئيسية الأولى هي موضوع التمويل تأتي فيما بعد المشكلة الثانية والثالثة لموضوع البنية التحتية، البنية التحتية القائمة بسبب أنه تم إنشاءها أو يعني مواكبتها، يعني تم مواكبة الحدث ولم يتم إنشاء المركز من جديد حتى يتلاءم بشكل أفضل أو بطريقة أنسب مع المعايير الدولية بالنسبة للمراكز العلاقة الطبيعية للطراف الصناعية فبالنسبة لمنية التحتية تعتبر غير مكتملة حالياً يوجد فيها ضيق في السعة ولذلك نجد أنه في صعوبة في السعاب العدد الهائل من الحالات والمترددين الطالبين لمثل هذه الخدمات بالنسبة للموظفين أو الفنيين القائمين على مثل هكذا أطراف ربما المشكلة الرئيسية التي تبرز هي أحياناً موضوع الأدوات وصناعة الطرف لكن هذه المسألة بالنسبة للمركز هذه الأدوات يتم تجميعها هنا يأتي بها من الخارج ويتم تجميعها هنا نعم وكما ذكرت بالنسبة للطراف في الصناعة من البداية لإنهاء تبقى هناك بعض المواد يعني ما يقوم به الفنيون في المركز هو تجميع ماذا يقوم؟ الصناعة تأتي بعض المواد طبعاً معظم المواد الصناعة تتم هنا في المركز نعم معظم المواد تأتي من الخارج المواد الأساسية الأولية يتم صناعة الأطراف حتى تتناسب بالمقاس والشكل المطلوب داخل المركز هذا بالنسبة للفنيين أعتقد أن الصعوبات الموجودة لدى الفنيين هي تتعلق بموضوع العدد الهائل والطلب المتزايد للخدمات بالنسبة للمترددين للمستشفى يعني إذا ما قيمنا الفترة الماضية هل تتزايد الحالات التي يعني يتم تصنيع لها أطراف صناعية أم تقل؟ نعم عدد حالات الانتظار مهول نحن يعني أفضل طريقة من العام 2021-2022 تقل؟ الحالات أم تزيد؟ لا لا تزيد تزيد حيث الانتاج التصنيع نعم تزيد عدد الحالات أيضا معاك الطرف الصناعي له عمر محدد لا يقول الطرف الصناعي مدى الحياة صناعت أنت طرف في عام 2020 الآن أنت بحاجة إلى صيانته مرة أخرى وربما عادت تصنعه من قديد إذا كان الطرف أصبعك القابل للإستخدام الحد الأدنى كم؟ الحد الأدنى ليش؟ للطرف؟ الآن العمر في فترة العمرية؟ ما يقارب من سنتين أو ثلاث سنوات ثم يحتاج الطرف إلى صيانة لكن هناك بعض الاستخدامات الغير صحيحة تسبب كسور أو خراب في بعض الأطراف الصناعية وتحتاج إلى صيانة والأطراف هي فقط أرجل من الركبة؟ لا لا أطراف صناعية علوية وصفلية علوية وصفلية؟ نعم طيب ما الرسالة التي يمكن أن توجهها لمن يهمه الأمر في دعم وتبني مثل هكذا مراكز تعنا بالعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية في ظل هذا الوقت الذي تمر به البلد وظروف الحرب وتزايد الاحتياج لهذه الأطراف؟ أنا أقول دائما أن القهات المعنية سواء الحكومية أو المنظمات الدولية هي المعنية بشكل كامل وهي القهات التي نستند عليها في تقديم الخدمات الطبية في ظل هكذا وضع صعب العدد الحالات تأفي تزايد مستمر وتحتاج إلى رعاية وعناية دائمة نتمنى أو نرجو من الجهات المعنية تخصيص ميزانية تتناسب وتتلاءم مع الطلب القائم حاليا من المترددين كما ندعو إلى تطوير الكوادر الطبية والفنية سواء في الابتعاث الخارجي أو في الدورات الداخلية المتوسطة وطويلة الأمد تحسين البنية التحتية وتوفير المواد اللازمة وأخيرا نشر الوعي المجتمعي ومحاربة الوصمة القائمة على طرف الصناعية حتى يتم دمج المفتورين والمعاقين بشكل كامل في إطار المجتمع نعم يعني أيضا فيما يتعلق بالمؤتمر التوصيات التي خرجت بها الورشتان التي تمتت شنهما؟ الورشتان هي خرجت من مجموعة من السياسات البرتوكولات المعنية سيتم تجميعها جميعا حق الست الورش وإقرارها في الورشة الأخيرة الورشة العلمية نعم الورشة العلمية الأخيرة ثم سيتم نشرها في التاريخ 29-22 اللي هو في المؤتمر نفسه إذن أشكرك جزيل أشك في ناتة هذه الحلقة الدكتور وجدي المخلافي رئيس المجلس اليمني للاقتصاصات الطبية والصحية في محافظة مارب ونائب رئيس هيئة مستشفى مارب للشؤون الفنية شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من برنامج نقطة ضوء نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة